يعني مثلا نشوف النهاردة مثلا مهابي ياسر نشوف محمد عاطم ما انت بشتشوفه خلاص ما هو ده جي اتقال له حاجة الراجل خد منهم موقف من قبل ما يلعبه زي ما خد من محمد شحطة كده لعبه اول مطس الاسماعيلي وبعد كده قول لي قعد ليه قول لي ايه الميزة بتاع تروه او دنجة عشان يلعبوا على الراجل ده انت شفت النهاردة الباور بتاع عمل ازاي قوته البدناء ده عايز ينفجر يا جدعان ده عايز بس طاقة ان هو نزلوا الملعب شميموا الملعب هتحس انه نفس الملعب بتاع ناتزا مالك ده اختلف تماما هيوفر يعني انت لو لعبت محمد شحطة ده وقدامه ناصر مار واحمد حمدي هتبقى اقوى خط نصف ناصر لان الاتنين دول لعيب الكورة وده لعيب كورة بس بقى كمان انه هو اللي بيعمل لهم استطارة اللي وره اللي بيدافعوا وبيقطعوا بيسلموا بيسلموا بيكمل كمان معهم في الهجم فده ده انا معرفش لغاية دلوقتي الرجل هو بيمر ايه